البيتكوين كمان مرة على الحدود الخمسين الإثيرون مجربوا يضربوها ولكن تجنبوا الخسارة السلانة ضربتوا النزلات والكاردانو بأسعار تنزل ماذا يحدث بعد السوق؟ هذه كل هذه المواضيع حضرتكم لكي أتعلم أكثر قبل أن أكمل هذا الفيديو تنسى أن تدعمني باللايك هذا سيساعدني كثيراً شكراً لك وهذا نبدأ بالكاردانو الكاردانو سمارت كونتراكس أو العقود الذكية بالكاردانو موجودة حالياً بالشبكة المركزية عملنا ريليس حفلة ولكن مع ذلك الأسعار ستنزل ماذا يحدث؟ هل هذا حدث بإذن الرومر سيلدا نيوز أو ماذا يحدث؟ طبعاً صررنا شهرين بالكاردانو والناس يتحمسوا والأسعار تخرج أخطر وأخطر كل الناس بانتظار التحديث الكبير الذي حدث من اليوم بالكاردانو العقود الذكية لكن المشكلة تنقسم لإسمين الاسم الأول هو الناس لا يعرفون بشو يفوتوا والقسم الثاني هو الناس الذين يقومون على الحماس يعني يأتيون بسرعة ويطلعوا الناس الذين يأتيون بسرعة ويطلعوا ونزلوا قليلاً السعر لكن المشكلة الرئيسية هو أن الناس لا يعرفون بشو يفوتوا هنا يفكرون أنه إذا فاتوا على الكاردانو قبل أن يفوتوا العقود الذكية مع التحديث الكاردانو ستصبح مثل الإثيريو لا ستوصل للمستويات العالية وتطبيقات العالية بعلم العملات الرقمية سوف نأخذها قليلاً قليلاً تحديث الكاردانو إيجابي جداً أخذ الكاردانو على مستوى السولانا على مستوى الإثيريو من ناحة فكرة التقنية لكن من ناحة تطبيقها الكاردانو بعد بداية طريقها يعني من هذه اللحظة يستطيع أن يبدأ المبرمجين والشركات يبنوا عقود ذكية ويوصلوا عقود ذكية بالكاردانو يبدأ الامتحان الرئيسي لكاردانو ما سيقوم بها التقنية؟ ما هي تطبيقات سيجيبوها للعالم الاقتصادي؟ ما هي الفوائد من وراء العقود الذكية بشبكة الكاردانو؟ لماذا كاردانو سيكون غير؟ هذا هو الامتحان الرئيسي لكاردانو هذا الذي نريد أن نرى يريد أن نثبت لنا ماذا سيقوم بها التقنية؟ وننتقل إلى السولانا السولانا للمرة الثانية بأقل من الأسبوعين صار في خلل فني خلل تقني عندها وآخر مرة صار في هبوط بالشبكة إلى تقريبا 18 ساعة الناس لم يستطعوا حركوا شيء بالسولانا وهذا كله يأتي من وراء الامتحان الكبير لتقنية السولانا السولانا مثل الكاردانو وبعدها ببداية طريقة حتى لو تقدمت أكثر وبعدها موجودة بامتحان الاستعمال اليومي السولانا جايب مع فكرة المعاملات السريع جدا ترى مئات الألاف المعاملات بالتاني مقارنة مع الإثيريوم اللي هقل بكثير من هكذا بالتاني فالذي صار انه صار في ضغط كبير على الشبكة وهذا الضغط كان نتيجة ضربة اللي هي مش مقصودة بالسولانا في بعض البوتس بعض البرمجيات زي البوت اللي أنا بنيته بلش يتداول على السولانا بلش يجرب يشتري أخطر أخطر من السولانا طبعا بمعاملات سريعة جدا واللي بعرف بالبوتس أو بعرف البرمجيات نحن نظر نصل إلى ألاف المعاملات بالتاني فتخيل العديد من البوتات الذين يعملون مع بعضهم كلهم يوجهون طلب نواحي شبكة السولانا الشبكة السولانا لم تقدر تقوم بهذا الطلب مع أنها معروفة قوية و سريعة جدا وصلت لها الحد الأقصى من ناحية الهاردور من ناحية الحواسيب الموجودة هنا لكل شيء فيه حد وبالسولانا وصله إلى حد واللي حدث بعالم البرمجيات يسمونه ميموريليك ميموريليك عبارة عن خلل فني بالبرمجية نتيجة هذا الخلل البرمجية تفقد من الذاكري وتصل إلى حد الأقصى الذاكري الممكن تستعملها بالحسوب تخلص إذا بالحسوب في أربعة جيجا ذاكري الممكن للبرمجية تستعملها البرمجية تصل إلى أربعة جيجا وتهبط لأنه باللحظة التي تستعملها بكل الذاكرة الموجودة بالحسوب البرمجية توقف ما حدث بالسولانا كل هذه البرمجيات التي تعملها على الشبكة حدث فيها هذا الخلل واحد وراء الثاني بسبب العدد الكبير جدا من المعاملات فوق الأربعمائة ألف معامل التي وصلت للشبكة بالثاني نتيجة هذا الأمر طبعا الشبكة كلها هبطت فهذا الأمر تجعل الكثير من الناس معلومة السؤال هل السولانا هي مشروع أو شبكة ناضجة أم لا؟ هل هي مستعدة تقوم بالذي توقفه أم لا؟ لكن الآن جماعة السولانا وشطريتهم يعملوا هناك تصويق ذكي الذي يقنع الناس من أول جديد أن السولانا هي مشروع قوي ومحتاج لدعمهم ودعم الناس وصبرهم لأنها بالآخر هي برمجية برمجية في خلل لكن الشطارة أن يجدوا الخلل قبل أن يصل على المين نت لا يصل إلى أن يصلحوا بسرعة للأسف لا يصبح الأمر لكن المرة القادمة سيصلحوا بأسرع وقت وننتقل نواحي البيتكون الذي يعمل رقم واحد بالعالم أيضا مرة من أول جديد نحن موجودنا إلى 50 ألف نجربه أيضا مرة الفيديو السابق قلت لكم عن الجولدين كروس الذي يصبح ناقب البيتكون وهو إياه تأكد الجولدين كروس ودعمنا ودفشنا نواحي الـ 50 ألف أرباح جيدة وجميلة للناس الذين فاتوا وقتها في هذا الفيديو والحمد لله الحالي الثابت مناحة البيتكون الأمر الحلو عندما نتحدث عن البيتكون لأنه شعبية كبيرة جدا حتى لو هناك عملات جديدة تفوت وتجد الشباب الصغير دائما متحمسة وراها هذه العملات الجديدة المؤسسات الكبيرة بعدها وراها البيتكون والإثيريوم وخصوصا البيتكون والسلفادور والكوبا والأوكراينا وفي دول أخرى من العالم الكلام بطل هناك معاملات بالبيتكون هذا أمر رهيب جدا لمستقبل العملات الرقمية إذا البيتكون فاتت على السوق فوجودها التقني بالسوق ومستعمل من الناس هذا أمر سيسهل ويفتح بواب على باقي العملات يفوتوا أيضا على السوق مثلا شركة السينما AMC Entertainment التي ستستعمل تقبل البيتكون لتدفع كروت السينما تحضر فيلم بالسينما عن طريقهم مثلا هذه الشركة تقبل اثيريوم لدفع كرت السينما عندهم هذا الأمر كان ممكن لأن التقنيك صارت موجودة عندهم إذا أنت ممكن تستعمل البيتكون لتدفع كرت السينما لا يوجد أي شيء تدفع في الإثيريوم في السولانا في الكوردانو أو من ناحة التقنية والذي جيد في البيتكون بيتكون عملة لعددها يعني Max Supply محدود نحن بدأنا نصل لمرحلة التي يقل بيتكون حاليا بالسوق هذا أمر والأمر الثاني جدا سيولة البيتكون على منصات الوساطة كل ما لها تقل وصلنا إلى حدود سنة 2018 بحدود سيولة البيتكون بمنصات الوساطة ما هذا معناه؟ معناه أن الناس يأخذوا البيتكون أو يبعطوا نواحي محفظات شخصية يعني لا يريدون أن يبيعوا البيتكون بأسعار اليوم فماذا يقول هذا الأمر بالنسبة لنا؟ هذا يقولنا أن معظم الناس لا يستعجلون يبيعوا البيتكون بالسعر الحالي معظم الناس يستنون مثل جماعة أركين فيست الذي لدينا أفكار كيف البيتكون سيصل إلى 500 ألف دولار في سنة 2026 أركين فيست شركة سيادة نواحي المشاريع هذه المشاريع المزعزع الموجودة بالسوق معروفة من هذا الأمر وفتح عينيها على البيتكون وعلى الـ Ethereum أيضا أمر جميل جدا وعندما نتحدث عن الـ Ethereum الـ Ethereum أيضا أركين فيست فتح عينيها وحتى أعلنت أنها ستتنوع من محفظاتها ومن استثماراتها ستضع 60% من استثماراتها بالبيتكون و40% من استثمارها بالـ Ethereum أعلنت أنها تثق بالتقنية تابعة الـ Ethereum ترى أنها تقنية لها نجاح ومستقبل خصوصا من وراء تقنيات الـ DeFi وتقنيات الـ NFT ترى أنها ترى سوق الـ NFT طائر بالسماء والفكرة أنه الـ Ethereum تنتقل من Proof of Fork نواحي Proof of Stake هذا التحديث الذي نستطيع أن يحدث في نهايتها السنة أو في بداية سنة 2022 تحديث رهيب جدا الذي سأضع لكل هذه الأخبار السيئة الموجودة بالسوق نحو التلويث البيئي الناتج من تعديل الكريبتو طبعا سيضلها الأخبار على البيتكون ولكن من ناحة الـ Ethereum ستطلع من نطاق الخطر أو من نطاق الأخبار السيئة ستصبح لديها السمعة حلوة وطيبة من ناحة الحفاظ على البيئة و ستبدأ عن طريق هذا التحديث ستبدأ تدعم فكرة أوكي حط الـ Ethereum معك أفله لكي تربح أكثر Ethereum وليس التفكير الموجودة حاليا في Proof of Work اعمل تعديل لـ Ethereum خذوا وذهبوا لكي تدفع فواتير التعديل لا هذه المرة عن طريق الـ Staking تأخذ الكمية معك و تذهب تقفلهم لكي تأخذ جوائز أكثر بفويهم تربح Ethereum هذا هو الأمر حلو بالـ Staking لكي أرى هذا هو المستقبر الباهر جدا للعملات كلياتهم التي يستعملون Proof of Staking وهذا تنفت قليلا ماذا يحدث بـ Ethereum حاليا رأينا ارتفاع كبير بسعر Ethereum من بعد منزلنا و جربنا خط 50 متوسط لـ 50 مرتين وقفنا هذا الخط أول مرة كان بـ 7-9 ثاني مرة كان بـ 13-9 يعني ليس من زمن من قبل كمان يوم ومن وقتها لليوم رأينا ارتفاع وهو تقريبا نرى تقريبا 18% ارتفاع أرباح محترمة جدا للناس الذين عملوا تعزيز بهذه الأسعار المتحدة حلو جدا والحد القادم الذي أريد أن أرى ونصله إلى Ethereum هو حد إلى 1900 تقريبا 4000 دولار لماذا هذا الحد؟ أول أمر هذا الحد له معنى نفساني للمستثمرين المتداولين الناس مثلنا يحبون الأرقام المدورة يسمعون 1000 3000 4000 هذا ما نحبه ولكن هذا هو السبب الرئيس الذي أريد أن أرى هذا السعر السعر الذي يمكن أن نصله بالإثير وممكن أن نقطع 6000 دولار حسب ما قرأته اليوم بالأخبار هناك هناك التي تحقق بهذا الرسم البياني بهذه الرسم سنرى سنرى ماذا يحدث هذا الأمر سنرى سنرى سنقبره نغير اللون يعني يعني هذا الأمر ممكن أن يحدث إذا اتأكدنا الأمرين هو الأمر أنني أتأكد له أن السعر سيارجع من أول جديد نواحي سعر 4000 دولار هذا أول تأكيد وبعدين نرى فليوم عالي الذي يدعم الأسعار في حال هذا الأمر نتج وهذا سعر تأخذ الغمق هذه الكوبة هذا الكوب الذي يعمل وتضعه أين الإيد أين الهندل ترون لدينا سعر سعر 6000 دولار 6200 دولار ممكن أن نرى هذا السعر كالبريكاوت هذه الأمور تحدث بالرسومة الفنية ليس لأنه هذا الأمر مكتوب الحجر لأنه هذا هو مزاج المستثمرين والمتداولين لأنه بالآخر هذه الرسومة بيانية كلها تعمل وراء المستثمرين والمتداولين التي تداول بشكل يومي فإذا المتداول لديه خبرة ورى هذا البترن القفن هندل ورى أن يتحقق فترى كيف المتداول يبدأ يفكر أنه سنفعل هذا الأمر يبدأ لكي يربح من أول جديد من فوق فشريان الناس وحماس المستثمرين سيوصلنا لهذا السعر طبعا أنا شخص الذي أريد أن تحدث هذا الربح جدا هذا رقم قياسي جديد بالإثيريوم الذي يمكن أن يصل له الإثيريوم تستحق هذا الأمر خصوصا مع تجددات جاية لنا الإثيريوم لديها تقنية قوية جدا لديها استعمال لديها طلب من المتداولين يفوتوا نواحي هذه العملية ونرى المؤسسات الكثيرين يستثمرون في هذه العملة فهي لا يوجد سبب لم نصل لهذا الأمر مع الوقت والحرقان التي يزيد ومع التحديثات التي جاءت علينا ما رأيك أنت الذي يصبح حاليا بالسوق هل أنت تعتقد إذا صارت خلل فني بعملة معينة أو بمشروع معين هذا المشروع أو هذه العملة تستحق تقول شنس آخر يعني نعطيها مرة فرصة تثبت حالها من أول جديد أو تبطل التي تستثمر فيها وتتطلع أنها واحدة أخرى أحب أن أسمع رأيك اكتب لي تحتوي على التعليقات إذا أعجبك وفادك هذا الموضوع أعطيني لايك من ناحية أن تنساش تشترك بهذه القناة كيفما تروني أنا هنا عديمة بعض نتعلم بعض نساعد بعض فماذا تنسنوا تعالوا واشتركوا بهذه القناة شكرا كثير لكم على وقتكم ومع السلامة